هذه أحاديث النبي وهدي فيها الهانة وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة بنورها فتبدد الظل الماء في الأكوان وصحيح مسلم فيه أفضل ما رأى أهل الحديث بصحة وبيان علم بادى في نهجه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كرام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله أخواني الكرام أخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كالعادة في هذا البرنامج نتناول الأحاديث التي رواها وأخرجها الإمام مسلم في كتابه الجامعة الصحيح من خلال تبيان أهم المفردات والمعاني في بداية شرح هذه الأحاديث ثم بعد ذلك نبين أهم الأحكام التي احتوت عليها هذه الأحاديث ونشرح هذه الأحاديث بما احتوت عليه من أحكام فقهية وعقدية وغيرها من الأحكام المتنوعة ثم نختم بذكر أهم الفوائد التي احتوت عليها هذه الأحاديث ومقاصد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواري معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى أنتظروا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن محمد صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس وإن محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدا استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح حديث كتاب البر والصلة هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ملعظه ملعظه أو ألعظه يعني ورد بأكثر من تشكيل هي النميمة القالة بين الناس هي النميمة القالة بين الناس وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا ويكذب حتى يكتب كذابا ألا يعني هي أداة استفهام تنبيه المخاطب العظه هي من البهت أو البهت من افتراء الكذب وهنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنميمة لأن النميمة غاربا يعني لا تخلو من البهت طبعا معنى النميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد وقد حرمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأما القالة من القول من الكثرة القول وهي أيقاع الخصومة بين الناس مما يحكي للبعض عن البعض فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وهي يعني من النميمة أخوان الكرام أخوات الكريمات حثنا الإسلام على الأخلاق الطيبة على الأخلاق الجميلة على المحبة على المودة على الأخوة إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الأخلاق الكريمة على الأخلاق الطيبة على الأخلاق الحسنة وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الكلمة الطيبة وقال الكلمة الطيبة صدقة وقال جل وعلا وقول للناس حسنا فلنجعل كلامنا أخواني وأخواتي بالكلمة الطيبة الكلام الجميل نبتعد عن الإساءات نبتعد عن إذاء الناس نبتعد عن الغيبة نبتعد عن النميمة نبتعد عن الكذب نبتعد عن سوء الظن وغيرها من الأخلاق السيئة التي حرمها الإسلام وكذلك لا شك أن المسلم عليه أن يتصف بالأخلاق الجميلة وطيبة ويبتعد عن أخلاق الذميمة والسيئة ويكون داعياً إلى الله عز وجل بأقواله وأفعاله وسلوكه في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أنبئكم ما العظه؟ العظه أو العظ عظه يعني بفتح العين وسكون الضاد وضم وكذلك رويت هذه الكلمة العظه يعني العظه لكسر العين العظه أو العظه وقال يعني أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الكلمة العظه أو العظه قال هي النميمة القالة بين الناس يعني نقل الكلام كلام الغير بقصة الإضرار وحتى يوقع هذا الإنسان الخلاف بين فلان وبين فلان وكذلك الوقيعة بين الناس وهذه لا شك أنها من كبائر الذنوب والآن تنتشر في الديوانيات في المجالس في العمل كذلك تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي يكتبون أن فلان قال عن فلان كذا وكذا في الديوانية الفلانية وفلان قال عن فلان في كلام فلاني كلام كذب قالت السوء هؤلاء يريدون الوقيعة بين أصحاب هذا الديوان وهذا الديوان بين فلان وبين فلان بين فلان بين فلان وكل ذلك من كبائر الذنوب التي حرمها الإسلام وقيل هذا الكلام المنقول سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو الثالث وسواء كان بالقول أو بالكتابة كما ذكرنا الآن ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الصحف أو في المجلات أو سواء بالرموز كل ذلك لا شك أنه من النميمة وإفشاء السر حتى لو كان قاله فلان وفلان فهذا يعتبر من هدكي الستر عما يكره الإنسان كشفه عن نفسه لا يريد أن يقال عنهم قال كذا وكذا 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 وقد يكون قد قال كلاما بينه وبين شخص فيأتي هذا الشخص يقول لفلان فهذا النمام يريد نشر هذه القالة قالت السوء بينه وبين إنسان آخر مع ديوان آخر مع شخص آخر حتى تحدث الوقيعة الناس يفرح عندما يعني يحصل التدابر والتقاطع بين الأخ وأخي بين الجار وجاره بين الدوان الفلاني والدوان الفلاني والعياذ بالله ثم يخبر الصحابة الجليل بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يصدق الصدق مطابقة القول لما في صدر وضمير الإنسان ومطابقة يعني المخبر عنه معا فالرجل يصدق مع الله يصدق مع الناس ويتكرر منه هذا الصدق حتى يكتب عند الله صديقا بكثرة صدقه واعتقاده و كذلك يعني إن الرجل يكذب 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 مع الله مع الناس حتى يكتب عند الله كذابة فيظهر الله عز وجل يعني ذلك للمخلوقين في الملأ الأعلى ويلقى هذا الوصف على هذا الشخص الكذاب في قلوب أهل الأرض فيعرف عنهم الكذب ينتشر بين الناس أن فلان كذاب من فلان كذاب فتلصق به هذه الصفة وكذلك يفضح على الخلائق والملائكة وعند الله عز وجل فيكتب عند الله كذاب في الحديث أخواني الكرام النهي عن الغيبة النهي عن النميمة النهي عن الوقيعة بين الناس التحذير والنهي عن الكذب وفيه الحث على الصدق والحذر من الكذب صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه أحاديث النبي وهدي فيها الهانة وسعادة الإنسان كالشمسي تعطي ترجمة نانسي قنقر